شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل انهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي جانبا من لقاءات قيادات حكومة أبو ظبي والتقى سموه كبار المسؤولين ونخبة من القيادات من مختلف الدوائر الحكومية في إمارة أبو ظبي كما اطلع سموه على ملخص للفعاليات والجلسات النقاشية التي شهدت مشاركة أكثر من خمسين وكيلا ومديرا عاما في القطاع الحكومي بأبو ظبي وشاهد سموه أيضا عرضا توضيحيا عن الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبو ظبي والحلول المبتكرة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه العمل الحكومي